حالات خلايدة من الحمر التي يكون فيها شكلها غير طبيعي الحالة الأولى تسمى بالأكانثوسايتس أو سبار سيلز بهذه الحالة تكون خلايدة من الحمر شكلها نجمي ولا تحتوي على الشعوب الذي يوجد في المنتصف وهو ما يشير إلى وجود الهيموغلوبين وتكون بشكل نجمي حيث أن هناك عدة بروزات أو جحوض في بعض الجوانب ما يعطيها أما شكل نجمي أو معيني على عكس خلايدة من الحمر الطبيعي التي تكون قصية الشكل وفيها الشعوب في المنتصف واعتقد السبب في هذا أنه أما يكون هناك حالة وراثية أو مكتسبة تسبب خلل في غشاء الخلية وهذا الخلل يعزى إلى وجود عدم انتظام بين نسبة الكولسترول والدهون الأخرى المكونة لسطح خلية دم الحمراء ففي الحالة الطبيعية عندما تعبر خلايا دم الحمراء من النخاء العظم إلى الدم فهذا الممر الضيق يجعلها تغير شكلها لكي تمر ومن ثم بعد ذلك تجعلها شكلها طبيعي هذا في حالة خلايا دم الحمر الطبيعية التي تكون فيها ليونة ولكن في هذه الحالة الأكلام في السايت تكون نوعا ما صليبة فعندما تمر بهذا الممر وتخرج لا ترجع إلى الحالة الطبيعية التي تكون صليبة وليست لينة وفي موقع الوقت عندما يتغير شكل خلايا دم الحمر في مجرى الدم تصبح بهذا الشكل في النهاية يعتقد أن هناك بعض الأمراض أو الحالة المرضية لسبب هذا النوع من التشوه منها أي بيتاليبربروتينيميا وكثير كوليستروليك استالي ترانسفريز أي أما تكون هناك سوء امتصاص في الدهون بحيث لا يدخل دهون كفاية في تكوين خلال الدم الحمر وكذلك حدوث بعض النقص في الأنزيمات المكونة وكذلك حدوث نقص في أو حدوث خلل أو أمراض في الكبد وكذلك عند استعصال الطحار وحدوث نقص في أو البايروفيت كينيز الحالة الثانية وهي التكدس أو التلاصق في هذه الحالة تظهر خلايا دم الحمر على شكل أناقيد أي متجمعة وتكون تكتلات كما في الصورة هذه ويتختلف هذه الحالة مرضية عن حالة مرضية التي تسمى أو ما تكون فيها خلايا دم الحمر على شكل روليكس أي أشبه بالعمل النقدي المتصافطة أو متراكمة في هذه الحالة يكون السبب رئيسي هو حالة من الأمراض المناعية التي يهاجم فيها الأنتيبودي أي المستضد المناعي المفوز من الجسم من خلايا دم البيض خاصة بلازم السيل يرتبط بعدة خلايا دم الحمر مما يسبب تلاصق أحدهما مع الأخرى بسبب هذا الحيث أن الأنتيبودي له أكثر مكان من الترابط يرتبط بين عدة خلايا دم الحمر في نفس الوقت وهذا ما يسبب تجمع هذه الخلايا على حدة وتكدسها وفي الأخير سبب قد يسبب تحلل دموي أو إذا تم إزالة هذا التحلل بوسطة الكبد ويتتكون هذه الحالة عند درجة الحرارة الباردة ولكن ترجح هذه الحالة الخلايا دم الحمر إلى طبيعتها في درجة الحرارة 37 سيلزي وذلك بسبب كون الأنتيبودي له المستضد يعمل فقط في درجة الحرارة الباردة عند رجوع حالة لطبيعتها ودرجة الحرارة لطبيعتها ينفك عن هذه الخلايا الدم الحمر وترجع لطبيعتها من الأسباب المراضية المسببة لهذه الحالة هي Cold Hemoglobinein أو The Disease أو باركسزمر Cold Hemoglobinuria أو Cold Autoimmune Hemorotic Anemia في كل هذه الأمراض تكون أمراض مناعية يهاجم فيها المستضد المناعي خلايا دم الحمر نفسه أو الخاص به ويسبب تحلل الدموي وقد لا يسبب تحلل الدم في مكان نفسه وإنما في الكبت عندما تتم إزالة هذه العناقيد By the Creator Sites أو The Lister Helmet Seals في هذه الحالة تكون خلايا الدم الحمر أما بشكل خلايا مقضومة أو تكون بشكل خلايا أشبه بالخوذة في الحالة الأولى وهي هذه الحالة تكون فيها الخلايا تحتوي على خلايا دم الحمر تحتوي على بروز نصف دائري أو هلالي لما يعطيها مظهر وكأنها خلايا مقضومة أو تكون بشكل هناك بروز في الساعتر بلازم الخلية وهذا البروز يتحد مع الساعتر بلازم الأصلي فيعطيها مظهر وكأنها هناك بثرة أو أشبه بحب الشباب أو تكون شكل فجوة نوعا ما السبب في ذلك هو وجود بعض الترسبات داخل خلية دم الحمر تتعرف عليها خلال التهامية أو الماكروفيج في التحال فتتهم جزء منها مما يعطيها هذا الشكل أو هذا الشكل أو قد تكون أو في حالة ثانية هناك في الدم عند حدوث التهاب أو ما تتحول مال البروتين الفايبرينوجين إلى الفايبرين مكونة خيوط مغزلية هذه الخيوط المغزلية عندهم خلايا الدم الحمر فيها قد تسبب نوعا من الاختراق جدار الخلية بما سبب هذه الحالة وهي حالة البلستر أو الخلايا من التفرقة من الأمراض المناعية المسببة لهذه الحالة أو الأمراض المعينة أو الحالية الميكرو انجيوباثي كيمولتك أنيميا وهي حالة دم تحليلية يعتقد بسبب وجود بعض الحالات المناعية التي يهاجم فيها الأنتيبودي جسم الإنسان أو قد يكون بسبب عوامل أخرى مثل ضربة مباشرة أو ضربة مباشرة أو ضربة مضيباتية في حالة الثانية mechanical hemolysis تحليل ميكانيكي وهذا السبب بزراعة بعض الصمامات الميكانيكية للقلب تسبب تلف في هذه الخلايا الدم الحمر في هذه الصورة أو في حالة الأخرية hands body hemolytic anemia وذلك بسبب النقص في بعض العناصر المهمة لها الدم الحمر أو تلف فيها مما سبب ترسبها وهذا الترسب يتعرف عليه خلال التهامية فتراجم خلال الدم الحمر فتظهر بهذه الصورة Dymorphic population في هذه الحالة تظهر خلال الدم الحمر بشكلين أو كأنما هناك نوعين من خلال الدم الحمر في جسم الإنسان أو في الدم فأما تظهر بصورة normocytic normochromic أي normocytic حجمها طبيعي أو تكون مايكروسايتك hypochromic أي تكون صغيرة وصبغتها قليلة أو تكون مايكروسايتك normochromic أي تكون خلال الدم الحمر كبيرة وصبغتها طبيعية هناك عدة أسباب أو حالات مرضية تسبب هذه الحالة ولكنها توجد ميكانيكية ثابتة منها sidroplastic anemia والذي هي نقص في فيتامين B6 أو Mylo-Displastic Syndrome وهي حالة تكون سرطانية حيث هناك زيادة كبيرة في خلال النمو أو معدل النمو خلال الدم الحمر فتظهر بأشكال مختلفة أو هناك نقص في الحديد أو فيتامين B12 أو Folic Acid خلال عملية جراحية أو خلال عملية المعالجة أو المعالجة بهذه العناصر تسبب هذه الحالة كذلك أو بعد عملية تبرع الدم حيث يكون المتبرع يحتوي على خلال الدم الحمر يختلف عن خلال الدم الحمر للمتلقي والأريثروبويتن ثرابي والأريثروبويتن هو بوتين أو أشبه بالهرمون يحفز نخل العظم على نتاج خلال الدم الحمر والخلال الدم الأخرى في هذه الحالة يظهر غشاء خلية دم الحمراء بشكل شوكي حيث يحتوي على برزات متعددة متشابهة في الطول والحجم مما يعطيها المظهر الشوكي أو الأشبه بالنبات الشوكي وتحتوي على منطقة من الشحوب في المنتصف ما يشير إلى وجود الهيموغلوبين وغالبا ما يكون سبب وراء هذا هو مصطنع أي بفعل المختبر الذي يقوم بتحليل عينه حيث بعض عنده وضع الكفر سلايدز أو الزجاج الخاص بفحص عينة المريض عينة الدم عنده عمل مسحة غالبا ما يحتوي على مواد معينة تحفز خلال الدم الحمر لتطر بهذا الشكل أو قد يكون بسبب كثرة الخزن خلال الدم الحمر الغاز التبرع بالدم فتطر بهذا الشكل والأسباب كمان قلنا بعضها أسباب معينة مصطنع أو بعضها أمراض أولا حقرت في فاكت أي ما يقصل بالفعل المصطنع أو بوسترانس فيوجين أي بعد عملية تبرع بالدم أو بيرنز حروق أو ليفر ديزيز أمراض الكابت أو بيروفيد كرانيز ديفيشنسي أو نقص في بعض الإنزيمات المهمة في عملية بناء أو تكوين خلال الدم بشكل عام أو يوريميا وهو كثرة وجود اليوريا في الدم بسبب بعض المشاكل في الكلة والمايكرو انجيوباثي كيمولاتيك أنيميا وهذه حالة مرضية قد تكون بسبب عدوى أو بسبب مرض مناعي أو أسباب أخرى من بربر أو ما نسمى بتروما أو بعض الصمامات القلبية الإصطناعية حالة الليبتوسايتس أو أفولوسايتس وفيها أذي الحالة تظهر خلايا الدم الحمر أما بشرط بشكل أو تركيب عصوي أو بتركيب بيضوي تركيب العصوي أشبه بسجارة أو القلم وتكون عادة متوازية الجانبين وهناك كذلك منطقة شحوم في المنتصف وفولوسايت ويتكون فيها بيضوية تظهر بشكل بيضوي وتشبهها البيضة هناك كذلك حالة الماكرو وفولوسايت التي تظهر فيها بيضوية لكن بحجم أكبر من الخلايا الطبيعية وهناك حالة كذلك اسمها ساوثست ايجيان أو بعض الصايت وفي هذه الحالة تظهر بشكل بيضوي ولكن بجانبين مستعرضين وكذلك منطقة من الشحوم ومنطقة تفاصل في السايتو بلازم كما تشاهد هنا فهذه الخلايا العصوية وهذه الخلايا البيضوية وحيان تكون الخلايا بيضوية بشكل أكبر من الخلايا الدم الطبيعية للحمر الطبيعية يعتقد أن أسباب في ذلك هو وجود ثلف أو مشكلة في البروتين المكون للغشاء الخلية مما يسبب ضعف فيها عند مرافع مجرى الدم وبعض الحالات الأخرى مما يسبب انكماشها وتكونها بهذه الصورة وكذلك بعض الحالات الوراثية تسببها نقص في البروتين أو بروابط العرضية أو ليست الأفقية هنا في غشاء الخلية الدم الحمر بعض الروابط بين البروتينات التي تكون بشكل أو مستوى أفقية بالنسبة للخلية هذا قد يحدث بعض الضعف في دعامة هذه الخلية أو في دعامة هذه الغشاء ما يسبب انكماش أو تغير شكل الخلية الدم الحمر بهذه الصورة مثل البروتين سبكترين وغيره الحالات المرضية المسببة لهذه الحالة بالنسبة لليبتوسايت أو عندما تكون خلايا دم الحمر بشكل عصوي هي الهريتر الليبتوسايتوسيس أو ثلسيمية أما في حالة الأيرون ديفيشينس أنيميا كذلك تسبب هذه الحالة أما في حالة الأوفالوسايت أي عندما تظهر خلايا الدم الحمر بشكل بيضوي وأما حالة السبب الأيرلاتية لهذه الخلية والهريتر MPB أي عندما تكون وجود حلوغاثية أو مايقالي بلاستك أنيميا أو في حالة الأنيميا الذي تظهر خلايا الدم الحمر بشكل كبير بائكنوسايتز في حالةها بايكنوسايتٰ تظهر خلايا الدم الحمر بشكل خلايا متكدبسة غير Myth contain beautiful غير متضمة الشكل غير كروية ولا تحتوي على الشحوب الذي في المنتصف وهذه الحالة تكون نادرة ولا غير تتكون أو تعزى بسبب وجود جفاف أو عوامل مؤكسدة تسبب هذا الشيء إلى خلال دم الحمر من حالات المرضية التي تسبب هذه الحالة هي البيروفيت كارينيز نقص في إنزام البيروفيت كارينيز المكون وليتغلي فيها من التكوين لخلال دم الحمر أو غلوكوستيكس فوسفي ديهايروجينيز ديفشينسي وهذا إنزام آخر يدخل فيه تكوين الغشاء أو جدار خلال دم الحمر وحالات بعض الحالات التحلل الأمراض التحللية وحالات الإنفلانتايل بايكنوسايتوسيز وهي الحالة التي يكون فيها يحتوي الطفل أو يزداد فيها حالة البلوروبين يزداد نسبة بلوروبين في الطفل لما يسبب نقص وهذا النقص بصورة كبيرة أو ما يسمى بالأب الصفار لسبب تلف في خلال دم الحمر فتضع بهذا الشكل أو تتأكسط حالة القولو وهذه الحالة تترتب خلال دم الحمر بشكل متراس متراس أي خلية فوق الأخرى وبالشكل ترتيب خطي تشبه العملة النقدية المتراسة ومتصافة وهو يختلف عن في الشكل السابق أو قبل قليل تتتراس ولكن تكون بشكل عناقي تنب غالب ما تكون هذه الحالة طبيعية بسبب وضع الدم لمدة طويلة كما في حالة الاسر أو الارثوهار وفي هذا الاختبار في الأمراض الدم يوضع الدم في عمود لمدة طويلة مما يسبب تراص أو تكون خلال دم الحمر هذه الحالة أو عند وضع أو عمل مسحة سميكة أو ثيك سمير للدم تضع كذلك خلال دم الحمر في هذه الحالة مراضيا لا يجب استدال عنه مراضيا إلا في حالة عمل مسحة نحيفة أي ثن سمير وتضع هذه الحالة والسباب التعزى على هذه الحالة هي وجود زيادة في بعض البروتينات التي تتوجد في بلازم الدم مثل فايبرينوجين أو غلوبيولين وهذه البروتينات سوف تغطي خلال دم الحمر وتجعلها تضع بهذه الصورة أو التثق علىها ذات منمس متلاصق فتلتسق فوق فتعطي هذا الشكل أما الحالة المراضية تسبب هذه الحالة فهي أي زيادة كما قلنا في بعض البروتينات البلازمية أو حدوث التهابات حادة أو مزمنة أكيوت أو كونك أو بعض الحالة السرطانية مثل بلازم السيل مايلوما أو متل مايلوما وهي زيادة البروتينات المناعية أو حدوث بعض الزيادة في بروتينات المناعية اللي البوليكلونل أو مونوكلونل بوليكلونل مقصود مستضادات مناعية ضد أنواع متعددة من الأمراض أو إنتجينات أو مونوك نونو ضد مستضاد مناعية ضد مضاد واحد معين أو إنتجين معين واحد بل يا أهدا ورائد على حالة تكتور Heat